هي دورة الصداقة الجزائرية الفلسطينية التي احتضنتها مدينة مغنية بولاية تيرمسان ببرنامج ثري خصص لأبناء المسجد الأقصى حيث تعرفوا على الحضارات التي مرت بعاصمة الزيانيين واكتشاف لأهم المناطق الأثرية السياحية بالولاية الدورة جاءت في وقت مناسب لزيادة أواصر المحبة والتواصل مع أخواننا في الجزائر أنا شخصيا مش المرة الأولى اللي أزور الجزائر لأني درست في الجزائر وأعشق الجزائر وهي فرصة كبيرة لي أني أعود وأستذكر الأيام الحلوة في الجزائر نشكل الشعب الجزائري ودورة الجزائر على هذه الاستضافة وخصوصا مدينة مغنية على الاستضافة في دورة الصداقة وصراحة أنه إحنا في دورة الجزائر وهمية مغنية إننا كثير مبسوطيا دورة الصداقة هي الشعب الفلسطين والجزائر ونزمهم بش دورة الصداقة لنزمهم أخو أصلا يعني شعب الفلسطين بتاعش مكمل إلوان والحمد لله رسخت وعرفتنا شو الجزائر والجزائر ما شاء الله أجواء أخوية رائعة ميزت هذه الدورة التي تثبت مدى الحب السرمدي القائم بين الجزائريين والفلسطينيين المفتة الفلسطينية هذا فلسطين في القلب فلسطين في القلب وإحنا هذا شرف لنا مغنية ستمدى الصورة للجزائر إن شاء الله أن الجزائريين وفلسطينيين شعب واحد وأخوة ودم واحد لتبقى الدولة الجزائرية الداعم الأول والسند للقضية الفلسطينية مع كل الأمان بقيام دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشريف فلسطين! 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 فلسطين شو أدو! فلسطين شو أدو!